يا مساء الفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبارك وإيه يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة بعد انقطاع كده شوية الجو تلج والموضوع صعب جدا رجعنا بفيديو جديد لبداية شركة قديمة إنها تنطلق في مصر يلا بينا نبدأ الفيديو بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش لايك الفيديو سبسكرايب للقناة فعل زراء الجرس ويلا شركة هواوي عملت حفل إطلاق في دبي للنوفا ناين وكنت موجود هناك وحضرت حفل الإطلاق للنوفا ناين في دبي وسمعت كلام من المدير المسؤول لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وكده وقال إحنا رجعين بانطلاقة فأنا اعتقدت أن ده حاجة مخصصة لسوق دبي وبقاين جيت هنا وأنا موجود في القاهرة كان حفل إطلاق النوفا ناين في مصر وبرضو سمعت نفس الكلام إن هواوي هتطور ومش بس هتطور كمان أو رجع بقوة جامد جدا هواوي كمان هتعمل أنظمة أو سيستم للعربيات زي اللي بيبقى موجود الأبل كار بلاي أو الأندرويد أوتو اللي هو نظام التواصل مع العربيات وبالفعل في الصين بدأوا يعملوا كده مع شركة مرسيدس وكمان قالوا إنهم قدروا يعدوا عشر أضعاف البيع في الآي أو الزكاة الاصطناعية للأشياء زي السمارت ووتش أو الساعات الزكية والسماعات وحاجات كتير قوي وإنهم في الفترة اللي فاتت برضو قدروا يكونوا منافس قوي لشركات اللابتوب وبقا بيبيعوا اللابتوب بنسبة كويسة جدا في مصر وفي حاجات وصلت 300% وحاجات 1000% زي الساعات فطبعا الموضوع هناك بيحصل عندهم توسع جامد جدا وقالوا إنهم راجعيني نفسه بقوة في السوق المصري بعد ما حدث وبدأوا بالنوفا 9 الموبايل هنا جاي بأفضل خمات تصنيع حق ربنا شاشة OLED محترمة جدا وظهر من الإزاز مع شكل حلو في الكاميرات الشكل اللي هو الاستواني الجواك كاميرا كبيرة واثنين صغيرين والشاشة هنا طبعا 1 بليون كالر و120 هرتز ريفرش ريت وبتدعم الـ HDR10 بلس حجم الشاشة هو 6.5 سبعة حجم مناسب مع الـ Edge اللطيف اللي جاي في جناب الشاشة والشاشة Full HD Plus 392 بيكسل في البوصة الوحدة شكل شاشة وتصميم موبايل يديك شكل أو إحاء لـ Flagship رغم كل ده هتلاقي الموبايل نحيف جدا والانحاناءات اللي جاية من الجنب كده هي متدلعة شوية مش جاية حدا قوي ولكن جاية بشكل انسيابي بصراحة تصميم الموبايل شكله حلو هنلاقي بعد كده الكاميرا الأمامية جاية Dot Notch أو النقطة اللي جاية في نص الشاشة حجمها كبير علشان هنا أداء الكاميرا الأمامية حلو فعلا هتلاقي النقطة شكلها كبير ولكن شكلها متناسق مع شكل الموبايل هنا من حيث الشكل بصراحة Huawei ما بتستخسرش فيه الخامات وبتعمل حاجات بخامات تعيشت لفترات طويلة السوفتوير اللي جاي على الموبايل هنا هو Harmony OS السوفتوير الجديد المستمد من الأندرويد مفتوح المصدر اللي عملته شركة Huawei وطورت فيه جداً وحطت كمية مطورين كبيرة جداً اللطيف بقى جداً إن أنا كان بقالي فترة مش كبيرة قوي ما استعملتش الهواوي موبايل سيرفزيز وبصراحة لما دخلت جوا الماركت عندهم أو الهواوي موبايل سيرفزيز اللي هو بيسمح لك إنك تدور على أي حاجة مش موجودة على الموبايل يوديك دايرك على المصدر اللي تاخد منه البرنامج اللي انت بتدور عليه كمان عمل البيت المابس اللي بتشتغل أوفلاين تقدر توصلك بشكل كويس جداً ودرس خراية مصر بشكل أكاد أقول والله إن هو زي وزي جوجل مش هنقول أفضل ولكن هو فعلاً شغال كويس جداً التطور يديك إحاء إن هم مش سكتين وبيحاولوا جامد جداً المعالج هنا بيانهم على إن هم خلاص استقروا على النظام بتاعهم وبيتعاملوا مع كوالكم والمعالج هنا هو سناب دراجون 778 المعالج دا ليه تعليق عليه في الكاميرات حنقوله لما نوصل للكاميرات ولكن هو كمعالج عشان نتكلم على الأداء الأداء ممتاز بفوق الوصف أداء المعالج في الألعاب في المالتي تاسك في كل جزء حتلاقي أداء المعالج دا بيبهرك المعالج فعلاً بيديك أداء الفلاكشب في فئة متوسطة عليا النسخة اللي نزلة هي 8 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكرة مع نوع ذاكرة UFS 3.0 وهنا بس يعني كان نفسي الموبايل بـ 256 بس هو واوي منزلة النسخة الـ 128 نيجي بقى للكاميرات اللي كانت مبهرة ليا لسببين السبب الأول إن المعالج دا للأسف أنا جربته في أكتر من جهاز معالج محترم جداً ولكن معالجة الصور فيه مش حلوة قوي وكان فيه من شركة تانية جهازين نازلين فرق بس المعالج لما شفت أداء المعالج النسخة الـ 778 لقيت أداءها مش متحسن ويمكن أقل من النسخة اللي كانت قبلها ففعلاً الـ 778 وما جربته على كذا جهاز لا مدنيش أداء كويس المبير هنا إنه بمعالجة الصور عن طريق بقى السوفت وير بتاع واوي هتاخد أداء حلوة جداً للتصوير يعني هتاخد تصوير فيه تشبه علوان كويس قوي حاد تفاصيل عزل كويس في الإضاءات الضعيفة حيديك معالجة ونايت زي الفل في الإضاءات القوية حيديك تفاصيل كويسة قوي بصراحة معالجة مش أي كلام مش زي اللي كانت بتحصل في التنعيم قوي في الصور لا هتاخد صور مقربة للحقيقة فعلاً وده يدولك إن الموبايلات هنا بقت بتهتم بموضوع التصوير عشان الفلوجينج والكلام ده ففعلاً هنا واوي شغال على تطوير قوي جداً وحاجة تحترم ده كده يمكن اللي خلاني أقولك أداء الكاميرات كان عامل إزاي بالنسبالي كصور لكن لو جيت أقولك الأداء بقى وإنت بتشوف الصور هتلاقي الكاميرات هنا كاميرا أساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 كاميرا 8 ميجا بيكسل 2.2 دي للألترا رايد وكاميرتين واحدة للديبس واحدة للمكرو 2 ميجا بيكسل والموبايل بيصور 4K وطبعاً فيه Electronic Image Stabilization أو مسبت إلكتروني فيه تصوير الفيديو أما كاميرا السيلفي النقطة الكبيرة اللي قدام دي 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 وكمان بتصور في الفيديو 4K وبتصور ويد وفيها Electronic Image Stabilization ده بالنسبة للكاميرات بالنسبة للصوتيات الموبايل طبعاً سماعة واحدة مونو وده اتعودنا عليه من هواوي أنها بتعمل الموضوع ده على طول ولكن بصراحة أحقاً الحق بيبقى الصوت كويس بدايقك في بعض الألعاب لما تيجي تمسك الموبايل عشان تلعب ويدك تسد على الصوت حاجات كده لكن كسماعة مزيكة كرنات هو ده اللي حتلاقيه كويس قوي مش هيحصل معاك فرقة أو اختلاف لكن بالنسبة لجزئية انك مثلاً تبقى بتلعب هو ده اللي ممكن يكون عندك فيه مشكلة وطبعاً وده خلاص بقى حاجة اتعودنا عليها مفيش مدخل ثلاثة ونص أو جاك الثلاثة ونص بتاع الصمعين طبعاً أداية المستشارات مش هتكلم عليه لأن كلنا عارفين وللناس اللي ما جربتش هواوي من أقوى الشركات اللي عندها المستشارات بتشغل زي الساعة جيروسكوب ماجناتك فيلد بروكسامتي أو التقارب أو الحاجات دي كلها بتشتغل عشرة على عشرة حتى بصمة الشاشة عندهم كويسة على الرغم من أن البصمة في بعض الموديلات ما كانتش قويوي بس فعلاً في الموديل ده قوية ومحترمة نيجي للبطارية اللي هي 4300 ميلي أمبير وشحن سريع 66 وارد خليني أقولك البطارية هتقعد معاك تقريباً مع المية 20 هرتز مع الكلام ده خمس ساعات وهتتشاحن تقريباً تلتين البطارية في 18 دقيقة والبطارية كلها في حوالي نص ساعة يعني أنت ممكن شحنة نص ساعة في نص ساعة الموبايل هيقعد معاك 10 ساعات والريدي أنت مع أعلى درجات الإضاءة ومع تشغيل 120 هرتز رفتش ريت اللي أداءها محترم جداً بالمناسبة في الموبايل وكل ده هتشحن الموبايل ساعة وهتاخد 10 ساعات شهر نيجي بقى النقطة مهمة أقولكوا أن واوي عملت حاجة علشان تكسب ثقة عملائها أكتر وعلشان كمان تجيب أو تخلي فيه ليالتي للعملاء اللي هم بيحبوا واوي ومعاها في كل الأوضاع وقررت أن هي يبقى ليك تأمين أو حماية على الشاشة لأول مدة بتشتري فيها الجهاز خلت الموضوع كمان أنك تقدر تمد فترة الضمام بدل سنة تخليها سنتين وتقدر تستفيد بالسفير بارتس يعني عايزين يعملوا نظام لويالتي مع الناس وده شيء كويس وهم بصراحة عندهم قدرة أنهم يتعاملوا كويس مع العمل أو لسه فتحين فروح جديدة ودخلين بروح قوية جداً خليني بقى أجي معاك لحتة السعر أقولك جزء بسيط قوي الموبايل حتقدر تعتبره تسعير 9850 جنيه ده ليه رأيين أو ليه طريقتين في التسعير لو حتقارنوا بكمباتتور لمجرد أننا بنقارن ورقيات بورقيات حتيجي تقول السعر غالي جداً لو حنتكلم على التسعير من حيث أن فيه ناس بتحب واوي وخلاص هي عارفة أنها بتشتري تليفون بيقعد أطول فترة ومن الشركات الأندرويد لموبايلاتها بتعيش جداً هو مش فارق معاه أي حاجة غير أنه شير موبايل تعيش معاه فترة طويلة وحيدي له أداء كيس جداً ومش هيبقى مشكلة معاه في حاجة فهي روح وهيدفع وهو متطمن عشان ياخد الجزء دي لأن فعلاً النهاردة لازال لحد لقيت فيه ناس معها الميت 8 وأنا كنت عامل فيديو عن ده أجهزة واوي بتعيش شكل أزيد من موديلات تانية برضو في الشركات الجديدة فهنا الموضوع متروك ليك أنت أنت اللي تقدر تحدث أشكرك يا رب ما كنت طولت عليكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو عندك أستفسار سبهوا لي في الكممنتات وأشكوا فيديوهات جاية إن شاء الله سلام